اشتركوا في القناة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة الدورة هذه تحتضنها تونس في نسختها الاربعتاش واليوم يحضر معنا رئيس اللجنة البرلمبية التونسية محمد لمزوغي صباح النور سي محمد صباح النور ما احبا بيك وما احبا بالسيدة المشاهدين يعيشك كلمة الألعاب البرلمبية التونسية كلمة جديدة علينا كنت فاصل هنا هي ثم العاب الأولمبية اللي تقع في الدماء في الصيفة وثم العاب الموازية العاب الموازية هي العاب البرلمبية هي الذوي الاعاقة واحنا تونس كما تعرف ما يخفاش عليك تونس معناها تتصدر المراتب الأولى عالميا في النتائج وفي الملتقى هذي تونس اللي في نسخته 14 إن شاء الله هالملتقى هذا أكبر تظاهر دولية بشتاقع في العالم جوباز ميمور تقول في العالم توس بوغ كنفاندو اللي بشتاقع في معناه نال شاف تونس بشتاقع فيها التظاهر هذي ستشهد مشاركة 24 دولة وحوالي 600 أكثر من 600 رياضي جايين من الخارج بش يشاكوا والدول جات من القاتل جات من اليوغوي من فرنسا من المكسيك معناه الكل من القطاع الإمارات الجزايا المغرب معناه وفريقيا لكل ما زال نعتيك مثلا إفريقيا المنتخب الكيني يشاك معناه ب57 فرد جاءوا لتونس ويا ريسات حركية كبيرة معناه في الركود هذي بش تكون في الهيامات هذي اللي هي نورمال مو خميس وجمع سبت هكا ثلاثة ياما بش تشاركوا فيها مختلف البلدان كيفاش تم اختيار المشاركين وإلا وإلا تقبلوا أي مشارك جيل هي مش احنا هي هي معناه نظروها في الإطارة متاحها الدورة هذي هي دورة تأهيلية للألعاب البارالابية المشتركها في الساعة آخر فرصة للرياضيين في العالم باش يتأهل متاحهم لتوكيو دوميل فان بالشراكة كما قلت مع هي المنظمة الدولية اللي معناها سات في تونس وهي مفتوحة للبلد الكل أحنا كتونس ثم تاقت استيعاب وقفنا في أباستين دولة ثم بلدين على جائح كوروناتاف كيفاش عليش ما نحكي وهنا على الألعاب للذوي اللي احتاجات الخاصة ذوي الإعاق ذوي الإحتياجات الخاصة هي بقانونيا بنا تعهد الدولية يقولوا ذوي الإعاقة به خطر من القاموس نحات كلمة ذوي الإعاقة ويقولوا ناقلوا ذوي الإحتياجات الخاصة مش مشكل معناها أربعة وستين دولة قديش عنا عدد المشاركين من تونس ومن خارج تونس العدد العدد من تونس عنا تلاثة ورابعين رياضي بشي شاركوا من العالم حوالي بطر حوالي ستمائة رياضي من العالم وإحنا تونس معناها البيوت متاعنا هي الوقت الحالي عنا أحداش نرياضي متأهلين العاب البرلمبية لتوكيو اللي خسأوا ضمنه الأن العاب الأولمبية في توكيو البرلمبية في توكيو أه ذكى العاب الأولمبية أه واح عايmostي رو 1 عا** العاب الأولمبية بعدها بعد جمعة تخليل العاب البرلمبية يعني المزيف ال Same condition في klta كيف ضكن إحنا ضمننا دي جاه في ال بطنية العالم الأخيرة لسأت نحاوله بقدرة له وثيقتنا كبيرة في وديداتنا باش نوصلوا حوالي 30 ولا 35 مشاك باش يكونوا حظين في تركيا نحن نفرحوا برشا بالموضوع ذايا وبأنه طمع لفتة للرياضيين التونسيين وخاصة لفتة لذوي الإحتياجات الخاصة سي محمد كي نحكيوا على أجانب جايين بالنبغة ذايا الكل نحكيوا على اتوينسا رياضيين نحكيوا على بريود صعيبة صحيا كيفاش باش يتم احترام البروتوكول الصحي في الموضوع هذي؟ يا تك صحا أنا اللي نحب نقوله أول حاجة ثم تحية كبار واعجاب وتقضية للمتوعين المتوعين نقول أولادي أولادكم مولاد اللي قاعدين معناه ثم متوعين مجتمع مدني معناه هالمتوعين كي نقول مجتمع مدني نجم نقول معناه كانوا مشكل في جمعيات جمعيات لا 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 حتى جمعيات أفرادنا ذوما سمعوا بالدورة هو ولداتنا أنا بناتي بنات الغير أولاد أخوتي أولاد المعايا ما نقوله معناه ودنزي تودين سينسوبينة يخدموا معناه الكلنا كل أولادات هذوما الولادات قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ياسا وكان ثم نوت بوزيتيف في الظروف اللي تعيش فيها البلاد وتشوف المتطوعين هذوما حاجة تثلج القلب معنى البسيس الأمل اللي تونس بخير وبقطة بي تونس بخير دوك خدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها نعتيك مثال 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 مثلا احنا المنطقات دولي اللي اخثمها ديد احنا عنا الجايزة الكوبا لابيل جايزة الكوبا مش الكل اللي يخدوا لابيل جايزة الكوبا ثم الستة ولا سبعة بلاد بلدان في العالم عندهم لابيل الجايزة الكوبا ما بين الستة ولا سبعة بلدان عندهم ثم دبي وتعرفوا كلكم دبي لامكانيات امتاحها ثم امريكا ثم من اوروبا بلدان عندهم امكانيات كبيرة بش عندهم امكانيات كبيرة البلد الوحيد اللي عنده اللابيل مثل الجرامبري هو تونس ونسعر بش نحافظ عليه اللابيل هذي عندك تبدأ عندك امريكا معنى في التنظيم وكل شي وما ما يعطيك لابيل هذا إلا ما تم ديك كتاغ تباحا دوك احنا ان شاء الله بالامكانيات اللي عندنا بالوليدات المتطوعين قاعدين من الناس وهم بيدهم حتى اللجنة الدولية بالعربي انترابنتيز شايخين بالوليدات المتطوعين اللي عندنا سيئان بلوس هذيك الديفيرانس ما بينا وما بين امريكا هذيك الديفيرانس بينا وبين دبي مثلا الامارات عند شركات كبيرة عظمة تقدم هي التنظيم احنا في تنظيم هذا جبت سيتك قلت البورتوكول الصحي كيفش عملت البورتوكول الصحي هستنم نحكيو على عدد كبير من المشاركين في بريود معنى ها اسحيبة احنا نحميو بلادنا ومن سامحني بش نقص عليك وذوي الاحتياجات الخاصة دجا يطلبوا لهوه اكثر من العبيد العادي احنا ما يدخل تونس بذيه معنى هواه الا ما عندو معنى تاست اللي هو لباس بس ياري يكون نيغاتي اوكي هذي حاشة احنا بعد هذاك احنا هذه اللفتة معنى نشكه فيها زادة سلط الشرف وزارة الشباب ورياضة ويئاس الحكومة اللي يدخلوا معنا في هذيه اللي مكنونا بألف عينة من التاست سريعين تاست رابيد هذهم احنا وعنى معنى فريق طبي اللي قاعدين يخدم الفريق الطبي قاعد يخدم في عمل جباء الباح باك مشين تزورته في الحمامات ومعنى تشوف الكم الهائي متاع الرياضيين وقاعدين نعملوهم في تاست الى حد الان الحمد لله معنى هلا باس اللي قاعدين لوزيتاء قاعدين يخرجوا هلا باس هذا معنى الاول حاشة التاست نيغاتيف والتاست نيغاتيف ما تشملش الكائن الرياضيين الاجانب تشمل اولادنا تشمل الحكام خاطع عنا مئة حكم تشمل زادة عنا حوالي ثلاثين حافلة اكل زادة السواق بتاع الحافلات تشملني انا كاليداخل في الوحيد هذول الكل داخل في المنظوم هم مرافقين تتصور زادة للمشاركين في الاولمبياء احنا شوف ثم مرافقين احنا حاولنا التقليص بالطبيعة في التعاق في الظروف هذي باش تكون بدون حضور جمهور ثم مثلا الاجتماع الفني اللي مستطيع تغصبه القاعة بشيقع عن منظومة الزوم وفرنا الانترنت في البقايع الكل في الملعب معنى فما حاجات خاصة بالنسخة الاربعتاش الحاجات الخاصة بالنسخة الاربعتاش هي الجاي حد كورونا اللي هيدا ان شاء الله يا ربي معنى تتعدى امين يا ربي العالمين احنا معنى حاولنا باش تكون اكثر المنموم دي كونتاكت معنى حتى علش التقسيم من تعال الرياضيين كان اسهل لنا تكونوا في نزل واحد ناخدوا نزل مثلا في جماعت ولا واحد اسهل لنا الظروف هذي حكمت علينا باش نقص انبعضوهم على بعضهم اخذينا ثلاثة قايع قامات الزهر والحمامات في النقل الزهده يجبنا نقايع وحسب في النقل باش ميكونش لاحد احنا تولى اللي بي الاسي المنظمة الدولية بحثت لتونس فريق معنى تلفزي اتعاقدت مع الشركة الهوني خاصة من تونس وباش يغطي الحدث على باش يحطوه ان لايف ستريمينج وقاعدين يلاحظوا منعتيك مثال بسيط جاني ايميل شافوا معنى واحد من العمال معنى اللي يجيبنهم احنا موش لابس الكمام البافات وبحثوه لي ايميل باش يعلمون انهال فلاني عندك معنى بش بيينك اللي وراكموا الرقابة واذاك وحنا واني سريكت اللي ما عندوش اللي ما عندوش البافات يتنحيلوا بس ماهما يكون بطل العالم ماهما يكون اوت مانى اوني سريكت باش تكون حماية للدورة ككل وحماية المشاركين حماية لضيوف تونس وحماية زادة بلادي مانى حماية للناس كل خطر حماية ضيوف جاءوا عندي كيمة جاءوا معنى تونس جاءوا سالمين يا اجلو ان شاء الله فقط سلمين وزدم هناه بش تكون الدورة الناشحة احنا نحبوا على الدورة الناشحة كينتنا نحكيوا على المشاركة اللجنة، اللجنة التقييم وكل من شكون مد كونها هيا جاء لجنة عالمية ولا من تونس والا تم اختيار حكام كيفاش ثم هي المصدقية معناها لتكون مصدقية كبيرة هذه خطرها كبيرة وقلتك أي خطرها على مين بشتاحها المصدقية معناها ثم حكام إيس الحكام هو اللي حب نحييه بالمناسبة هذه سي تاك السويعي هو تونسي أما مقيم في دبي هو إيس لجنة الحكام في دبي وثم حكام أخرين جايين من بلدين أخرى باش يراكبوا وثم يتحكم من تونسي الي اليوم عندهم دورة تكوينية في مركز بسمة دولي للدراسات هذي بشيقع وثم جايين من أمريكا جايين من بورتغال جايين من مكسيك جايين من نوفلزيلاندا معنا البلدين هذو مصنفين ومراقبين للدورة هذي هذي اللابي لجران بري ساعة نقولوا باش نوصلوا للبار الأمان لتكمل الخطر طيب احنا باش نعملوه هذي الكلو خدمة لرياضينا او الحاشة رياضينا نحبوهم اللي عندهم حداش مقعد طيب نحبوه يتكرر وثاني حاجة هذي هذي همعنى رسالة للعالم خطر طيب هذي احنا كما اللي نحب نقولو اللي اللجنة ولو البرالوبية تكون صغيرة اما قاعدت البلادهاиф وحتى السياحه كنشوف امر وشين دولة جاية وشوفوا مثال حق بسيط الباح الباح في التمرين لعبة من سويسا تحت يساغيف ضعيفة النظار وتحت نوع من نحن تتهزينها ومتعقل معنا الحماية المدنية موجودة وعنا كلينيك متعاملين معنا قلين حساباتنا الكل والغفاية التبية كل عليه ووقف مشيت أنا سمعت بها مشيت مشيت الكلينيك وصلت قبلها وصلت عاد كي شافت ميضة معنا تطاحة ويلاباسة تطاحة ودجنون المتاحة محلولة لهون وكل شيء كي شافتني ميسير بيسدان ميغسي شوف الدعم النفسي والكل شيء شافت هذاك وشوف معنا بغنوس يعني إمارش پوزيتيف معنا التونس احنا وقفين لكلنا ذيوفنا وما نخليهمش معنا بخدرة ربي عاملين الماكسيمام باش تكون إن شاء الله حيوالي متواصل معك أما شافت من عنده تليفون قولها لي واسيف مرحبا مرحبا بيك يا مدام يعيسك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك يعيسك يا شاف يعيسك وست على الخير زواهر بادا اي نسان لنهاركم زينة كل زينة يا رب قولي يا مدام ادبارة اليوم ما عندك ادبارة بيه يا ولا ليه تراه قولي كل سؤالك ادبارة تشانشينة في كيا ظاهر مدام قادة خمم فيها برشا ويتنجم تكون ايجابتك صحيحة وان شاء الله تكون الايجابة صحيحة تدخل معنا في القرعة وتربح معنا شاف الرافيك كملت العجينة وايه صحيح عجنت العجينة متاعي ويتتقرس في نفس الوقت حضرت اللوزة متاعي خلطته بالسكر لأنها نوال بقليوية يجب أن تعملها لتحذيراتها ساعة قبل حضرنا العجينة ارتاحة على روحها خلطنا اللوزة مع السكر مئتين جرام سكر محاور حتينا الشحور متاعي يتيب وقت يبدأ يغلي حتيت ثلاثة مغارف قارس ووفيت شوية خاطر أنا زيدة سكر هنا إذاك عليش وفيت شوية قارس وديما على الكيلو سكر ثلاثة مغارف قارس وحضرت البلاتون متاعي في نفس الوقت نهنته بالزبدة متاعه قبل ما نبدأ نخدم العجينة وفي نفس الوقت ضوبة الزبدة التي نشخشخ بها نباعد نباعد بها البلاتون متاعي بالماتير غراس وطوى يزمني نخدم كين بالنشاء لا نعلم أن نخدم بالفارينة معنى ورقة البقليوة تتحل كين بالنشاء التي هي نحن خاصينها عشرة بورسيونات فما ديما الوجه نأخذوه زيت شوية عجين بش ما يتقطعش ومن بعد بش نحلوها بالنشاء بش نعملو خمسة وراق الأولين صفة الأولى فيها خمسة كيبرات والصفة الثانية فيها خمسة كيبرات وتبعوني وتتشوفوا البقليوة كيفية بش نتبعوه كما نرجعو الحواري مع رئيس اللجنة البرلمبية التونسية محمد لمزوغي سيم محمد قبل ما نختم معاك نحب نسئل رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة في تونس فيها دعم فيها مؤطرين برشا وإلا لي رياضة ذوي الإعاقة في تونس هي معنى أخذت ما أخذها السادات كبيرة أما هالسادات هذية عن كل كالصوت ضررنا شوية فاش كله فاش ضرر علش خطى الكفاءات اللي عنا الكل مش هوا الخارش بلدان الخليج الكل أخذونا ولداتنا الكفاءات اللي كانت عنا كتشوف توا ما بقاتش حاجة كبيرة في تونس لذلك كتم أحنا توا كاللجنة البرلمبية بدنا ثم عنا دراسة قاعدين قايمين بها ثم إخصائيين موجودين في تونس معنا قاعدين منكبين على الدراسة كبيرة هي واقعة وأفاق رياضة ذوي الإعاقة في تونس وثم معنا التوصيات ويزم معنا بالشركة نقولها ديما يزم مع سلطة الإشارة يزم نشوفه البعيد طوى معنا الوقت الحالي قاعدين النتائج موجودة أما هدوة إذا كان مش قاعدين نقدموش ومش قاعدين نخدمو على الطرق علمية وطرق صحيحة بش نفكو لنهاجع وهدك علاش ينزمنا إحنا نشوفه كيفاش معنا نتفدايه هدايا ولو مخ ينزمنا نكبو على هدايا أو مخ مخ الأمان نجم ونستفيقه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ديما التفائل الموجود إحنا بيدنا ماذا بينا ديما التفائل الموجود وإن شاء الله الولدات كما كنت تحكي الولدات ينورتون سكيلحاته وإحنا عنا وليدات باكلة أبطال عالميين ونحب نقول حقا ما حبيت ما نسيت ما قلش قبيليكا الملتقى هذي سيشهد خمستاش بطل عالمي اللي عندهم أرقام قياسية عالمية ملكم هما من الأنحاء العالم كلهم من مكسيك من فرنسا وكل شيء وعندهم الملتقى ذا مستوى رفيع رفيع جدا اللي يشهد قوتك خمستاش بطل عالمي متواجدين بحذينا في تونس وإن شاء الله نشكرك على التغتية الإعلامية وإن شاء الله ثم التلفزة الوطنية زيدا نحب نشكرها زيدا نحب نشكرها زيدا قامت بالتغتية الوطنية أما نداء هاو معنا مش وقت اللي يجيين من المتاع وليداتنا تشوفوهم وتساوى وواحد كل هاو نداء حتى نسلطوا الأضواء على ملتقى كفاذايا بالأهمية 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 نقولها هذية كتشوف في العالم قداش مما نسلطين عليه والناس تحكي عليه وإحنا في تونس معنا اللي هو معنا يعطي يخدم البلاد سياحيا يعطي كيفاش معنا الإيماج بوزيتيف بتاع البلاد مش بتاعلي هلا احتجاجات ولا اللي هو يحطي إيماج بوزيتيف وشوف الوليدات صلطوا عليه الضوء وهذا يعطيه إيماج بوزيتيف لتونس وقاعدين وليداتنا يعنوا في إيماج بوزيتيف لتونس وأنا يد واحدة متصفقش مع بعضنا خير مع بعضنا غضوة خير أكيد يا عيشك سي محمد على حضورك معنا وأحنا كما قلت باش نتبعوا الدورة هذه و باش نكونوا الدعم واليد اللي تنجمت صفقة معاك في الأولمبياد أحنا توقع باش نمشيوا تلفزي بوتيك و بعد نرجع لكم